المثال الثاني اللي الصحيح يعني يملأ القلب أملا ويملأ القلب فرحة حمزة المقوس المقوسي حمزة المقوسي طالب في الصف التاسع لمدارس الأرقم يحفظ القرآن كله صف تاسع يحفظ القرآن كله وأنا أطلب من كل من يشاهدن الآن أن يقرأ كل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وكلام الله يحفظه وهذا الدعاء كذلك أو هذه الآية كذلك نقرأها على كل من وفقه الله من أبناء المسلمين ومعه دعاء أن يرفع إلى مستواهم كل أبناء هذا الجيل نحن في حاجة إلى جيل قرآني لقد جربنا غير القرآن من مبادئ ونظريات تربوية فما ثبت نجاحه إلا أسلوب القرآن التربوي وقرأوا إن شئتم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه إلى وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني هذا هو منهج التربية اقرأوا عن لقمان وكيف رب أبناءه وكيف رب فيهم الضمير يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يربي فيه المراقبة مش عايز أخذ وقتك وأن تقل لحمزة حافظ القرآن الصف التاسع كيف حالك حمزة؟ الحمد لله أنت شرفت الأمة وشرفت البلاد وشرفت العباد ونسأل الله أن يثبتك على ما أنت عليه وأن تزداد قيمة وتزداد استقامة وأن تزداد رفعة وتزداد علما وأدبا نحن علينا أن نسمع صوتك يا حمزة يا رأي اقتل لنا كده وما تخافش والكاميرات الكاميرات أصلا محطوطة عشان يعني عشان تحتضنك والناس حابين يسمعوك اختر واقرأ ما شئت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم يا سلام يا سلام أحسنت وأحسن الله إليك وإلى من علمك وإلى من علمك ورباك وأنشأك أنا أريد أن أسمعك من أيتين اختر أي أيتين يا رأيك حمزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينته الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعهم شعاب ثاقب صدق الله الرحيم الله يفتع عليك والله أثرت في نفوسنا أثرت في نفوسنا شجن السماع للقرآن أنا أنصح أبوي وكل أباء الحفظ عندكم أن يقرأوا عليهم الرقية وقاية لهم لأن العين حق هذا الاتصال صالح النابلسي فضل رحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته تفضل يا شيخنا يا غالي على قلبنا ومن خلالك من ثني على الأستاذ المربي الأجهال الكبير الأستاذ خليل العسكر والله أنه أفرح قلوبنا والله العظيم أنه نفكي بينه بين نسنا لأنه مدارسنا الحكومية تخلم من هذا الشيء ما في هذا الشيء يا أيا لا أبعلم القرآن ونبع عفظ القرآن يبعلموهم على الشغلات المهي مصبوطة العنف والمشاكل وتناول الحفوب وهذا الشيء والله عار نحن من حي مدرسة الأرقام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المدرسة وإن شاء الله نتأمن من كل شبابنا أنهم يحدوا بحد الشاب الشاب الماشاء الله عنه الإخوان التي اللي عندك من حفظة القرآن حتى يتم الأمان والسلام والإطمانان في البلد وربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا الضغط والبلاء بسبب هؤلاء الشباب الذين يحفظون كلام الله والله يزيقوا الخير شيخنا وبرك الله فيك شكرا 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 شيخ صالح يعني نحن لا ننكر ولا نجحد ولا نجحد فضل باقي المدارس كل مدارس فيها بركة لكن نهيب بالطلاب ونهيب بأولياء الأمور أن يساعدوا المعلمين والمدرسين بأن يقدموا لهم أبناءهم على مستوى من الطاعة وأن ينصحوا أبناءهم دائما أن يخفضوا جناح الرحمة والطاعة لمعلميهم لأن المعلمين سواء في المدارس الحكومية أو في غيرها برضو بيعانوا يعني كثير من الطلاب يعقلون عمل المعلم بعد مطاعتهم باختلاق المشاكل معهم وهذه مهمة الأسر فيه اتصال؟ أعم أستاذ خليل المشاريعكم مشروع تاق الوقار تاق الوقار ملوش أمد معين أو متصل؟ لا هو حقيقة يعني في كل مرحلة حتى تنهي الحفظ الآن إحنا كما ذكرت لك في بداية حديثي أننا في السنة الثالثة يعني في شهر شباط 2014 ننهي المرحلة الثالثة يعني 18 جزء يكون الطلاب قد حفظوا 18 جزء ثم سنستمر معهم ونبدأ بالتسجيل لمجموعة ثانية تبدأ من البداية يعني هذا حقيقة يعطينا الاستمرارية في هذا المشروع بعون الله وحقيقة نجد حقيقة إقبال من الطلاب ومن أولياء أمر الطلاب على هذا المشروع يعني وحقيقة أنا يعني من خلال هذه الفضايا يتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع الجهات والمؤسسات الذين دعموا هذا المشروع ولا أريد أن أذكر الأسماء حتى لا أنسى البعض فالجميع الحقيقة من دعم هذا المشروع لهم من جزيل الشكر والتقدير إيه العقبات اللي بتلقوها في العملية التربوية والتعليمية عقبات مع الطلاب أم عقبات مع الأنظمة أو مش عارف يعني هل هناك عقبات بتعترضكم والله لا شك أن هذه المهنة هي مهنة الأنبياء والمرسلين وهي مهنة حقيقة محترمة ورسالة لكن لابد حقيقة أن هناك يعني بعض الصعوبات التي تعترض المعلم وتعترض المسيرة التربوية من حقيقة يعني بعض الأخطاء التي تحدث هنا وهناك لكن بعون الله عندما يكون حقيقة المعلم يعني يعمل في هذه المؤسسة لا يعمل من أجل راتبه بل يعمل حقيقة دعوة لله عز وجل ورسالة إضافة أن نحن حقيقة في مدارسنا يعني فاتنا نذكر نحن نستغل أيضا مرافق المدرسة يعني لتربية الطالب تربية متوازنة لا نركز على القرآن فقط نحن حقيقة لنا في مدارس دار أرقم الإسلامية مسبح نصف علومبي كلفة هذا المسبح حوالي مليون دينار فيه مسبح رصف علومبي وفيه بركة للأطفال وفيه جاكوزي وساونة وبخار يمارس الطالب فيه نشاطات رياضية فنعتقد هناك مسجد مصلى داخل حرام المدرسة أنا أعتقد أن الطالب بحاجة يعني يفرغ يعني ما به حقيقة من هموم وكذا بالنشاطات الرياضية والمرافقة هذه الأنشطة المرافقة حقيقة يعني خففت من الإشكالات ولا شك أن هناك تجد بعض الطلاب يأتون إلى المدارس حقيقة من بيئات مختلفة دون المستوى المطلوب نعاني الحقيقة معناه في محاولة إصلاحهم وحتى يلتزموا جادة الطريق ويعني فيه العنظمة فيه التعليمات فيه المناهج اللي حقيقة يعني يعني كثير من القوايا حقيقة بحاجة يعني يعني يعاد النظر فيها طب نبت في ذهني الآن سؤال إحنا ما حكينا فيه قبل ما ندخل للستوديو ما نصيب الطالب الفقير عندكم والله يفت نظري يعني هذا الأمر حاليا النبت نحن حقيقة أخي محمد مدارس دارة القسلمية ذكرت لك في البداية أنها مدارس ليست مدارس ربحية هل تعلم حقيقة أننا في كل عام حوافزنا التي تعود مرة ثانية للطلاب أكثر من ستمائة ألف دينار في كل عام فنحن مثلا الذين يحفظون كتاب الله يقرؤون مجانا في المدرسة وفي كل عام في العطلة الصيفية هناك لجاء تسميع لمن أعفي من رسوم المدرسية وهو في الصف السادس في نهاية العام الدراسي يسمع له مرة ثانية يؤكد على الحفظ فإذا بقي حافظ لكتاب الله وثبت هذا الحفظ يعفى من العام الذي يليه طيب معلش نعم 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 من الأقصاط المدرسية ضمن دراسة محترمة نتأكد من يتم هذا الطالب وفقره وأنه بحاجة حقيقة هناك حوافز وفي نظام حقيقة حوافز موجود في مدارسنا يستفيد منه حقيقة مجموعة كبيرة من الطلاب طيب هنلقى الموضوع تاني بعد الفصل أيوة ليث بعد الاتصال أيوة أخ ليث تفضل الله يعافيك تفضل حبيت أشارك معكم الليلة وتفضل بزير الشكر العرفان للأستاذ أستاذنا الكبير للفاضل أستاذ خليل أسكر صراحة أنا أعرف لشخص ولداته شخص كثير كثير ممتاز كثير شخص باع المجتمع عنه يعني شخص كثير كثير جيد ما شاء الله عليه بارك الله شكرا شكرا شهادة نعتز بها ونسأل الله أن يجعل كل من يتولى مسأة التربية أن يكون في مثل هذا المستوى وأن تكون الثمرة في مثل هذا المستوى من النج ومن القيمة الجيدة التي رأيناها في صورة حمزة وفي صورة محمود في كل خير بلادنا أيها الإخوة الإسلامية وبلادنا العربية بلاد كنوز فيها كنوز من البشر كنوز من العقول كنوز ولكن واجبنا نحن أن نستخرجها وأن نراعيها وأن نفعل ما فيها من خير